أهل البلاغة والبيان في تعريف من الإخلاص بأنه القمة في الخفاء والدقة في العطاء بأيه أن المخلص لا يطلع على عمل ملك فيكتبه إذ أن أعمال الإخلاص كلها قلبية فلا يكتبها الملك وإنما يعلمها الله عن العبد ولا شيطان فيرصده لأن عمله خاليا من شعرة من الرياء ولا صديق فينشده دائما تكون أعماله سرية نتكلم في هذه الحلقة المباركة عن الإخلاص الذي يعتبر الدرجة الرابعة مع أن مراتب الدين أربع الإسلام والإيمان والإحسان والإخلاص فالإسلام هو الدخول الأول في هذا الدين وأما الإيمان فهو عقائد وأما الإحسان فهي عطايا وسخاء وأما الإخلاص فهو اتصال بين العبد وربه مباشر ولذلك عرف علماء البلاغة الإخلاص على أنه هو القمة في الخفاء والدقة في العطاء بحيث أن المخلص في عمله وعطاياه لا يطلع على عمله ملك فيكتبه ولا شيطان فيرصده ولا عدو فيحسده ولا صديق فينشده فالمخلص تجده سباقا للخير وهو غير موجود ويخاف من الشر وكأنما هو المقصود فعندها لا يمدحه المادحون فيتمارى ولا يشد من عزمه الحاقدون فيتوارى بل إذا أردت معرفة المزيد عن الإخلاص فصديق هذه الأمة لنا مقياس إذن فأعمال المخلص دائما تصدر من قلبه وهي الأعمال المتعدية الخالية من الشوائب من الرياء والسمعة فيها كل شيء لله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يولد ولم يكن له أفوا أحد وقد قالوا في الإحسان الذي هو الدرجة التي هي دونه قالوا وَأَمَّا الْإِحْسَانُ فَقَالَ مَنْ دَرَاهَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ إِنَّهُ يَرَاكُ والدين ذي ثلاثي خُد أقوى عوراك لأن إبليس يترصد لأهل الإيمان في حياتهم فإذا دخل الإنسان الإسلام وعرف الإسلام يترصد إليه الشيطان فإذا ارتقى إلى درجة الإيمان بحيث أن الأمور أصبحت في قلبه اعتقادا بكل الأمور حاول الشيطان أن يترصد فيرتق الإنسان بعون الله ثم اججهاده إلى درجة الإخلاص إلى درجة الإحسان والإحسان هو ما له ما يترجم إلى العطايا والسخاء وهذا ما يسمى بالإيمان المتعدي أن يكون المؤمن نافعا لغيره وخير الناس أنفعهم للناس كما جاء في الحديث وهذا يعتبر إيمانا متعديا فإذا حاول معه الشيطان من حيث الرياء ووفقه الله وارتقى إلى درجة الإخلاص نجى من شياطين الجن والإنس ومن ثم يظهر لنا الآن تعريف أهل البلاغة والبيان في تعريف الإخلاص بأنه القمة في الخفاء والدقة في العطاء بأيث أن المخلص لا يطلع على عمل ملك فيكتب إذ أن أعمال الإخلاص كلها قلبية فلا يكتبها الملك وإنما يعلمها الله عن العبد ولا شيطان فيرصده لأن عمله خاليا من شعرة من الرياء ولا صديق فينشده دائما تكون أعماله سرية وقد مدح الله أعمال السر على العلانية ينفقون أموالهم بالليل كناية عن السر والنهار سرا وعلانية فأينفقون أموالهم بالليل كناية عن السر والنهار يدل على العلانية ثم قال سرا وعلانية وقدم الله تبارك وتعالى أعمال السر هنا بذكره للليل وأعمال السر كذلك حتى يبين للإنسان أنه كلما ستر عمله نجى من شوائب الدنيا من شياطين الإنس والجن أما إذا كانت الأعمال ظاهرة فقد تكون الأعمال معرضة لأشياء كثيرة حتى وإن كانت من عين البشر وإن كان الرجل مخلصا قد يتعرض لعين البشر فتطبطه وتجعله راكدا ومتأخرا فيما كان يقوم به من الاجتهادات فإذا على المؤمن أن يحرص أن يكون العمل سريا أكثر لأن أعمال السر تضمن استمرارية العمل وأعمال العلانية قد تتوقف إما بعين البشر أو بشوائب أخرى ومن ثم رب العالمين أكد على السير فقال إن تبدو الصدقات فنعمه ولم يقل نعمة لأن نعمة تصغير وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هذا هو خير لكم وقل نعمة الأمر لشيء ظهر ونعمة أجر الزيد طالما استتر فالعلن إظهار خير قد خفى والستر في الأجر من نهج المصطفى فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستر أجوره ويخفيها إذا أراد أن يتصدق أو أن يعمل منها أن يحفظ ماء الوجه ومنها أن يضمن استمرارية العمل ليكون دائما لوجه الله وقد قسم الله بين الصدقات هناك من الصدقات ما هي لوجه الله وهناك في سبيل الله فالصدقات التي تكون في سبيل الله معظمها تكون علانية حفر الآبار وبناء المساجد وأعمال الخيرات والضرب في الأرض بالخير أما لوجه الله تكون دائما سرية وقد قال سبحانه إنما نطعمكم لوجه الله وهذا كناية يعني السر لا نريد منكم جزاء ولا شكور حتى أنت إذا قمت بخير وأسديت معروفا لشخص لا تطلب منه الأجر لا تقول لا تنسان من الدعاء إذا ذكرت له ذلك وكأنما أخذت أجرك في الدنيا من الأفضل أن تسكت ولا تقول شيئا لإذ أن الله تعالى نقل عن الصالحين من عباده قالوا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وذلك على أنهم يريدون أن ينعمون الحياة وأن يسهلونها على الضعفة حينما يطعمونهم أو يكرمونهم بهدية فرب العالمين جعل الجزاء من جنس العمل وجزاهم الله بما صبروا جنة وحريرا وإنما ذكر الحرير هاهنا لأنهم أرادوا أن ينعموا الحياة وأن يجعلوها حريرا على الضعيف بالإنفاق فكان الله تعالى قد جعل لهم في الآخرة جنة وحريرة ثم حينما تسدي الخير للفقير وتريده وتكفي عناء التعب والقيام ويتكئ في بيته داعيا لك بالخير فكان الجزاء من جنس العمل متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وكأن الجزاء من جنس العمل لأنك تكفي الفقيرة معاناة البرد هو الحر لأنك أعطيته ما يكفيه فكذلك الجزاء من جنس العمل لا يرون فيها شمسا كناية عن الحر ولا زمهريرا وهو البرد والجزاء من جنس العمل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إذن فتلكم درجات الإخلاص التي هي من أعلى الدرجات وقد ذكرها الشيطان قبل نزوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والمخلصون هم الأنبياء لكن المخلصين هم الناس الذين هم دون الأنبياء من الصالحين والصديقين والشهداء وغيرهم تلكم الدرجة التي ذكرها الله تبارك وتعالى التي لا تشوبها شائبة وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر